رقم واحد عايزة اتكلم على قبل ما تخش في الفنيات بتاعتها يعطيها اتكلم على جزء انضباطي جزء يتعلق بشخصية وعقلية واصول اللاعب وانتماء اللاعب للمكان والنشأة اللي طلع منها والانضباط الراجل العائلي الراجل في اجازته الاخيرة يمكن معنا فيديو لو لو نعرضه احنا بنتكلم في اجازته الاخيرة الراجل كان رجع لأسفي ايه هو من مدينة أسفي في المغرب وبالمناسبة دي كانت نشأته ولعب في اولمبيك والنجم الاسفي والفيديو معنا اهو كان فيه يمكن جلسة لي تحفيز القرآن في مدينة أسفي وده في الوقت اللي هو كان فيه اجازة من نادي سوتي في وقت المفاوضات بالمناسبة ده كان وقت المفاوضات الفيديو ده تقريبا من حوالي عشر ايام او من اسبوعين الراجل حريص ان هو بيعمل ده وبيقراره مرة واثنين وثلاثة في كل اجازاته فالراجل شوية في جزء بيهم الجمهور فيما يتعلق بانضباط اللاعب وتركيزه في الملعب بس ان هو ما عندهوش حاجات تانية خارج الملعب ده مهم جدا 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 فيما يتعلق بشخصية اللاعب لما يلعب في النادي الاهلي نقطة التانية المهمة قبل ما نروح لقدرات اللاعب برضو احنا نتكلم على تمره الصحي عطاية الله راجل بلاعب اتنين وعشرين مباردة اولية مع منتخب المغرب تقريبا ما فيش ولا لعب محلي بيلعب فيه ناس بتنضام لكن ما فيش حد بيلعب في منتخب المغرب وبيشترك اتنين وعشرين مباردة اولية مع الجيل الحلل المغرب ده صعب جدا 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 بينقلك حكتين جودة اللاعب النقطة التانية الخبرة والتمرس النقطة التانية المهمة جدا الراجل ده اللاعب تحت الضغط جماهير انا وانتا شفناها من الملعب جماهير شارسة جدا جماهير الوداد ان الراجل كان بيلعب تحت الضغط جماهير الوداد بشتغل معام كل السنين اللي فاتت دي بينقلك الشخصية والقوة الشخصية واللعب تحت الضغط وده يطام من جمهور نادي الأهل إنهما لما يكونوا موجودين في الملعب العيد من اللي يشيلوا الفرقة مش يبقى محتاج حد حواليش أضيف نقطة كمان يا حقر طيب الله في كاس العالم مع المغرب لما أهم أبرز اللاعبين في العالم أكبر المنتخبات في العالم وما حصلوش مشكلة عشان برضو جميع نادي الأهل والنادي الأهل يفكر أيضا في كاس العالم الأنداء يفكر أيضا في الهاتف الكنتريندر ونوعية اللاعبة اللي تقدر تلعب قدام المنافسين والجاهزية كمان بتاعته إنه راجل ده ما كانش بادئ في التشكيل الأساسي بعد إصابة تنصير مزروي فجأة لقى نفسه لو هو مش محضر نفسه الذهنيا إنه ممكن يشترك في أي وقت كان حصل له مشكلة خاصة المنتخبات كبيرة جدا